استشهاد هؤلاء الجنود البواسل جاء نتيجة مشاركة قوات التحالف العربي في عملية النصر الذهبي التي أعلنتها الحكومة اليمنية لتحرير محافظة الحديدة ومينائها الرئيسي من أيدي ميليشيات الحوثي الإيرانية وحققت العملية انتصارات خاطفة وكبدت الحوثيين خسائر كبيرة بين قتيل وأسير ودع الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي الجيش والمقاومة إلى الحسم العسكري لتحرير مدينة الحديدة من ميليشيات الحوثي الإيرانية النصر الذهبي عملية عسكرية حاسمة بدأتها القوات المشتركة المسنودة بالقوات المسلحة الإماراتية لتحرير محافظة الحديدة ومينائها الاستراتيجي العملية العسكرية سيطرت منذ اللحظة الأولى على ضاحية النخيل جنوب الحديدة في الوقت الذي دكت فيه البوارج الحربية ومقاتلات التحالف العربي مواقع وثكونات الحوثيين في مديرية الدريهمي ومنصة العروض وقطع طرق الإمداد القادمة من صنعاء والمناطق المحاذية للمدينة في ظل تقدم متسارع للجيش الوطني والمقاومة الجنوبية والتهامية الآن بدأوا بتحقيق انتصارات في منطقة المخيلة في الناحية الجنوبية في هذه المناطق بدأ الجيش الوطني اليوم يحقق الانتصارات الكبيرة والانتصارات الحاسمة على هذه الميليشيات اليوم المعركة معركة حاسمة معركة فاصلة سنشهد بإذن الله عز وجل الانتصار الحاسم والانتصار الحقيقي مقاتلات التحالف العربي لعبت دورا مهما في إسناد التقدم المتسارع للجيش الوطني وذلك باستهداف تجمعات عسكرية للحوثيين في الجون غرب الدريهمي كما استهدفت غارات أخرى أطقم لميليشيات الحوثي أمام إدارة الأمن والدوار الكبير ومنطقة منظر والاقتراب خمسة كيلو مترا من مطار الحديدة بعد السيطرة على النخيلة وقضب على الشريط الساحلي تعد معركة الحديدة من أهم المعاركة التي يخوضها الجيش الوطني يخوضها التحالف العربي ويخوضها الشعب اليمني الحديدة تعد المحافظة الاقتصادية التي تدر دخل قومي دخل اقتصادي مصادر عسكرية أكدت أن الحوثيين تكبدوا خسائر فادحة منذ انطلاق العملية العسكرية فجر اليوم وذلك بمقتل أكثر من 150 عنصرا وإصابة العشرات بالإضافة إلى تدمير الرتل من الآليات العسكرية والمدرعات خلال المواجهات وأخرى كانت في طريقها إلى أرض المعركة ومقتل جميع من كانوا على متنها وسط فرار جماعي وهروب باتجاه المناطق الشرقية للمدينة حملية النصر الذهبي المسنودة بالقوات المسلحة الإماراتية تحقق منذ الساعات الأولى انتصارات متسارعة أدت إلى ارتباك وتقهقر المليجيات الإيرانية وخسائر كبيرة وفادحة في صفوفها لأخبر الدار محمد طهر تعز